يا أخي القرآن من غير السنة تلتينوا لا يفهم لا يفهم نحن عندنا فيه أوامر بالصلاة في القرآن الكريم فيه أوامر بالزكاة فيه أوامر بالحج كل أسس الإسلام التي بني عليها لو اعتمدنا على القرآن فقط لا نعرف عنها شيئا لأن تفاصيلها وأحكامها ووجوبها وأوقاتها ومقاديرها في الزكاة وكذا ده فين السنة فسرت كثيرا أوضحت لنا كثيرا من القرآن طبعا أرضحت ما هي دورها إما التوضيح وإما التأكيد وإما الإنشاء إنشاء أحكام شرعية يعني الجامع بين البنت وعمتها وقالتها اعتمدت عن القرآن بس أتزوج البنت وعمتها ليه المسلمين رفضوا رفضا باتا هذا النوع من الأحكام أو من الانحرفات معتمدين على السنة وعلى أنها مصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي ترجمة نانسي قنقر